موحد السنة من ابناء عائشة لا موحد انا قلت اخي كريم بدون لعب اخي الكريم لو سمحت لا والله موحد بالله والله من ابناء عائشة ولا زيدي اتفضل 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 هذا اللي قاعد تتكلم علي دائما انه على الاية هي مو اية هي شرح كلمة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر شرحها ان هي صلاة العصر بارك الله بك انت شنو انت ابو يونس اللي كتب المصحف لعائشة لا لا انت بس نفهم الموضوع بس هو اشنون عرف يعني عائشة تقول انا كتبتها كاية انت ابو يونس اللي كتب الاية ما هو ما يصر تتقول ما يصر تتقول على الله عائشة ما يصير هاي مقام الله عز وجل عزل ما يصير طيب ما فهمش يعني الا اذا انت ابو يونس انت اذا انت تقول ابو يونس شخصيا الذي دعته عائشة ان يكتب لها مصحفا وهذا المصحف انا بيدي من كتبتها قالت هذا شرح ايا اولا كتبت مصحف بدون شرح هو مصحف مصحف في مصحف بي شرح رح يكون مصحف وشرح مصحف وتفسير يعني اسمه يتغير هي كتبت مصحف فقط آية وحتى حذرتها قالت له اذا وصلت الى هذه الآية قف طيب ليش اش معنى هاي الآية اذا هي جالسة تشرح القرآن كله المفروض كل كلمة تكتبها رح تشرحها صح لو انا غلطان سني صح ليش وقفت على هاي الآية بالذات ليش لان هي هاي الآية تعرف بيها نقص نقصها عثمان فقالت لما انت وصل الهاي بلغني حتى زيدك كلام ماضي طيب امير نتكلم نتكلم احنا ولا انت بس تتكلم طيب عطينا مجال مو لازم انت تتكلم كلامي عن انت انسان عايش باستراليا طيب اللي عطينا مجال طيب طيب لازم تبتهم يعني تعرف هذا مو صحيحين انا شرحك وفهمك للحديث والرواية تقول لي شرح مو شرح شلون شرح هي كانت تشرح المصحب اذا انت مو شرحتها انت شرحت وفصلت الرواية كلها يتفضل تفضل يلا تفضل فكرة انه الآية ذكرت فيها والصلاة الوسطى وسئلت عايشة ما هي صلاة الوسطى قالت هي صلاة العصر هذا ما موجود كلمة صلاة العصر هي مو آية هي شرح لكلمة الصلاة العصر انا ما موجود هذا الكلام اللي تقولها ما موجود انت لو قررتها الرواية انت بتفهمها هي مو آية اقراها اقراها الرواية واردى شوف وين سئلت اقرا الرواية اذا ماكو كلمة سئلت ادزلك كنغر اخلي رفسك واضح ما تيجي على استراليا جاي دائما دائما نروح لستراليا هناك نصيب على البحر ايش حالات روان بكل مكان صيفي بكل مكان يا الله على الله لو ارواها يقولي بس باي اكتب اكتب عن ابي يونس مولا عائشة اكتب عن ابي يونس مولا عائشة يونس مولا عائشة امرتني ان اكتب لها مصحفا ابي يونس اي مولا عائشة اكتب لها مصحفا اقرأ الرواية نشوف بالله سوى سئلت ولا ماك هو سئلت اوكي عن ابي يونس مولا عائشة انه قال امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا اقرأت اذا بلغت هذه الاية فأذن فأذنني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغت أذنني فأملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العسر وقوم لله قانتين تفسير الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العسر وين وسئلت لا لا خليني محترمك لو سمحت حاول يعني انت تريد ان هناك مكتف رواية وسئلت وين وسئلت يعني انت قصك انه هاي كانت آية عائشة ايش تقول صل cái بالله عليك لينك كن غر واقف بلا باب منتظرك عائشة حسب كلامها ايش تقول عائشة حسب كلامها الان بالله عليك بربك بداعتك ما عرفك لبيك الله عزيز لبيك شنا ربيك الله عزيز قال لي ولد في الإمام علي قصتك طيب أنت جنابك زيدي ولا سني موحد هل فيه فرق من سني ولا زيدي طيب وأنتم سنة العراق وسنة اليمن تقولون كلمة الإمام علي بسبب اختلاطكم مع الشيعة طيب فالآن حسب الرواية حسب الظاهر عندك عائشة تقول هذه آية أنت تحمل الرواية وسئلة عائشة هل هذه آية أم تفسير فقالت عائشة تفسير هذا ما موجود ما موجود أرحم عقلك لو سمعت أوكي دقيقة ما معنى الصلاة الوسطى آية أنا ما أدخل بكلمة ما معنى أنا بأروح معاك أنا بأروح معاك أن الآية كانت بس أنت أعطيني معنى الصلاة الوسطى أروح أسأل عائشة شكرا شكرا إليك غيرت الموضوع بما أنه أنت ما عندك دليل على أن هذا تفسير هو ليس آية وتبين العكس أنه آية وليس تفسير الآن أنت جالس تسألني عن تفسيره وأنا لست أبي قتادة اسأل أبو قتادة عندك ما معنى صلاة العصر ما معنى صلاة الظهر ما معنى صلاة المسبح ما معنى صلاة أستراليا ما معنى صلاة الكنغر أنت الآن ابحث بهذا مو شغلي أنا بينه وبينك صارت مناقشة هل كلمة وصلاة العصر التي وضعتها عائشة في مصحفها وضعتها على أنها تفسير أم آية تبين لي ولك أنها آية أنت بعد روحي بحث الآن هذا مو شغلة واضح شكرا لك عيش حياتك تونس